صوت المرأة عورة مع ذكر الدليل صوت المرأة لا تبيع عورة سمع كلام النساء وتمعه الصحابة وقال يسألون والصوت النبي يسمع والصحابة يسمعون وقالترط لهم مجلسا لهم جمعهم بمحل وجاء اللي صوتها لا تبيع عورة ولها انتصل عن أحكام الدين ولها انتخاص من يدعي عليها وتدعي عليه لكن عليها ان يكون صوتها فيه ضعف فيه هبوع فيه تطيئ فإذا صوت معتاج لا نسل ولا تطيئ بل من يعلم الله جل وعلا نهارسة النبي صلى الله عليه وسلم هي اخرعها بالقول فلا تبعا الذي قلبه مرض ولا يجب ان تخرعها بالقول حالة الامنة وخصومتها فلكن قولها وكلامها بطريقة المعتاج ليس فيها ما يوهم انها تريد شيئا او انها سحر في نفسها فليكن صوتها المعتاد الذي لسا فيه تكسر ولسا فيه تطيئ ولسا فيه ما يوضع اتجال من فضوعها بقولها ولكن يكون صوتا معتادا في سؤالها وكلامها وخصومتها وردها فصوح لغير ذلك صوت معتاد لا يوضع فيها اصحاب المرض